بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فحياكم الله في المحاضرة الثانية من الوحدة السادسة في هذه الوحدة كنا تكلمنا فيما سبق عن تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به وقلنا أنه ينتج عنه نوعان من أنواع علوم الحديث النوع الأول هو المحكم ومختلف الحديث وقد مضى شرحه في المحاضرة الأولى من هذه الوحدة وفي المحاضرة الثانية وهي هذه المحاضرة سوف نستعرض ما يتعلق بناسخ الحديث ومنسوخه المسألة الأولى في هذا الفن وهي تعريف النسخ تعريف النسخ نبدأ بالتعريف اللغوي فالنسخ في اللغة له معنيان المعنى الأول هو الإزالة ومنه نسخت الشمس الظلة أي أزالته فالنسخ هنا بمعنى الإزالة تماما والمعنى الثاني هو النقل ومنه نسخت الكتابة إذا نقلت منه ما فيه فكأن الناسخ في الأمر الأول قد أزال المنسوخ نهائيا وفي الأمر الثاني نقله إلى حكم آخر هذه معاني النسخ من حيث اللغة أما التعريف في الاصطلاح فتعريف النسخ هو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر هذا هو النسخ فيكون عندنا حكم قد استقر ودل عليه دليل معين من الشارع ثم يأتي بعد ذلك رفع ذلك الحكم ونسخه بدليل آخر متراخي متأخر عنه هذا هو معنى النسخ المسألة الثانية أهميته وصعوبته وأشهر المبلزين فيه معرفة الناسخ المنسوخ فن مهم وصعب فقد قال الإمام الزهري أعيى الفقهاء أو أعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه وأشهر المبلزين فيه هو الإمام الشافعي وذلك من خلال كتابه رسالة فقد كانت له فيه اليد الطولى والسابقة الأولى قال الإمام أحمد لابن واره وقد قريب من مصر فيسأله الإمام أحمد يقول له كتبت كتب الشافعي فقال ابن واره لا قال فارغط ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي فهذا دلالة على أن الإمام أحمد استفاد من الإمام الشافعي كثيرا حينما جالسه حيث استفاد منه معرفة مثل هذه القواعد ومثل هذه القضايا في معرفة الناسخ والمنسوخ أو المجمل والمفسر أو ما عدا ذلك من الأمور التي تضمنها كتابه الرسالة وكذلك الإمام الشافعي استفاد من الإمام أحمد ولذلك كان يقول الإمام أحمد إذا صح عندك الحديث فأعلمني به فكان كل منهما يستفد من الآخر رحمهم الله جميعا المسألة الثالثة عندنا في الناسخ والمنسوخ بما يعرف الناسخ والمنسوخ يعرف الناسخ والمنسوخ بأحد أمور أربعة فالأمر الأول هو بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي في الحديث تصريح بمعرفة الناسخ من المنسوخ مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة إذن هذا الحديث اجتمل على شيء كان منسوخا وهو زيارة القبور كان ممنوعا فنسخ هذا الحكم وأمرنا بصلى الله عليه وسلم بزيارتها للرجال فإنها تذكرهم الآخرة الأمر الثاني الذي يعرف به النسخ هو قول الصحابي قول الصحابي كقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار والحديث الصحيح أخرجه أصحاب السنن ترك الوضوء مما مست النار يعني كان قديما كان أنه إذا أكل الإنسان شيئا مسته النار يعني تم طبخه فإنه يتوضع له ثم نسخ هذا الحكم وأصبح الحكم السائد والقائم هو ما ذكره جابر بن عبد الله ترك الوضوء مما مست النار وأن هذا هو آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث الذي يعرف به الناسخ والمنسوخ هو بمعرفة التاريخ تاريخ كل الحديث من هذا إلى حديث ويكون المتقدم منهما منسوخا والمتأخر ناسخا ومثاله كحديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم هذا الحديث انبنى عليه من الحكم أن الذي يحتجم ومحجمه يفطرون إذا احتجموا إذا حجم أحدهم الآخر وهو صائم هذا الحديث نسخ بحديث بن عباس أن نبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم فقد جاء في بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان زمن الفتح يعني في العام الثامن وأن ابن عباس صاحبه أي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أي في العام العاشر فبالتالي أصبح حديث بن عباس متأخر في التاريخ وحديث شداد متقدم فنسخ أحدهما الآخر الأمر الرابع والأخير الذي يعرف به النسخ هو دلالة الإجماع يعرف النسخ بالإجماع كحديث من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الغابعة فاقتلوه فالإنسان إذا شرب الخمر المرأة الأولى يجلد الثانية يجلد الثالثة يجلد فإذا شرب في الغابعة يقتل هذه دلالة هذا الحديث قال الإبام النووي دل الإجماع على نسخه والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكن يدل على ناسخ فأصبح هذا الحكم الذي هو حكم القتل منسوخ بدلالة الإجماع المسألة الغابعة والأخيرة في ناسخ الحديث ومنسوخة وهي ذكر أشهر المصنفات فيه من أهم وأشهر مصنفات كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي وهو مبوع في مجلد اللطيف وهو من أجمع هذه الكتب الكتاب الثاني الناسخ والمنسوخ للإمام أحمد والكتاب الثالث تجليد الأحاديث المنسوخة لابن الجوزي هذا ما تيسر قوله في هذا الأمر وبه ننتهي من هذا الفن الذي هو الناسخ والمنسوخ ومعرفته وبه أيضا ننتهي من الوحدة السادسة والله أعلى وصلى الله عن ابن محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته